كنا النهاردة هنروح لزميلنا فاروق صلاح ولقاء مع كابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة بالنادي الأهل الجديد ده بجد التحية بيك كابتن أيمن وضيوفك الكرام عقب نهاية اللقاء وتعادل الأهلي وبيرامدز بتعادل سلبي بدون أهداف يسعدنا أن يكون معنا في هذه الأثناء كابتن سيد عبد الحفيز كابتن سيد مباراة قوية مباراة صعبة في ظل إصابات غيابات بيتلعب عشر لعبين من ديئة 35 من الشوت الأول ولكن دايماً الرهن بيبع على شخصية لعبتن نادي الأهلي النهاردة مباراة كبيرة للعبتن نادي الأهلي ونهارد لك النهاردة على النوتين يعني الحمد لله طبعاً يعني مباراة برضو في إطار الاستعداد نائم مش هنغير كلامنا يعني مباراة طبعاً بروفا هيلة للمبارات الودهد الظروف اللي هتحطينا فيها أثناء اللقاء طبعاً كانت صعبة لكن زي ما أنت قلت وذكرت يعني هي شخصية اللعيبة روحهم كمان الحمد لله كانت عالية جداً 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 رغم النقص العددي من البداية وواحد من أهم المراكز اللي موجودة في الملعب واحد من أهم اللاعبين اللي موجودين معنا في الفترة فاتت اللي هو عمره السلعية يعني لكن الباقي كله مقادي أكد أنك بتلعب حداشر إحنا ضيعنا كم الفرص يعني ضيعنا بين التي ضيعنا كورف العرضة وشوت تاني ضيعنا محاولات يعني على المستوى التنظيمي كان الأداء هايل جداً على مستوى الروح والمسؤولية كان الأداء أعلي جداً يا الحمد لله من النقاط المهمة جداً كابتان سيد لحداك برضو تكلمت في أنها بروفة قوية لماتش الوداد نادل هايل ما تهدتش النهاردة كتير نحدى التنظيمية نحدى فيها كويسة جداً على الرغم أن في بعض اللاعبين بتلعب في مراكز غير مركزة طبعاً لكن هي ظروف زي ما أنت ذكرت برضو فلازم هنتعامل معها نهاردة برضو هنشوف كهرباء إيه أخباره هنشوف بعده هايبقى يدي إيه هل هيبقى في إنه هي الحق اللقاء ولا لا مش عارف هل نشوف بكرة الدنيا ماشية إزاي لكن في النهاية هنتعامل مع الواقع وهنخش بشخصياتنا وإن شاء رحمن نرجع بنتيجة ساعدنا على بورة العودة بإذننا تشخيص مبدئي لقهرباء الجميع الخلفية طبعاً هل هي خفيفة ولا لا لكن إن شاء رحمن تبقى خفيفة لأن المشي بتاعته إلى حد كبير مقبول يعني اللي عايز أأكد عليه بس النهاردة يعني الحمد لله طبعاً على حتة الأداء على حتة الروح على حتة يعني رغم أن أنت ذكرت وقلت في ناس كتيرا مش في ملعبها لكن الناس بتقدي بشخصية الأهلي مش مهم تبقى أحسن على فكرة مش مهم تبقى أحسن فنياً أو كقدرات يعني في فترة من الفترات بتبقى الروح اللي جواك اللي احنا بنقول عليها دايماً روح الفني للحمرى اللي دايماً بنراهن عليها واللي ما فيش حد تسمى بإسمها تاني قبل كده اللي هي الروح الفني للحمر يعني يعني فيه وقت بممكن يبقى بتتساول الكفة لكن روحك هي اللي بتغلب فيه وقت كمان بتبقى أنت أقل فنياً لكن برضو روحك هي اللي بتغلب بحي اللعيبة جداً على روحهم وأعتقد يعني ده كان باين جداً لحد آخر اللقاء سيد من النقاط المهمة جداً وتحسب يعني لليكم كجاز فني أنا أب العب وأنا بعشر لعبين وأدام أمام فريق زي فريق برامدس بيبقى عندي الجرء أن أنا أدي للناشئين زي نهاردة زي عرب بدر وشادي ردوان مصر أنا ما أقول الكنز دايماً اللي احنا بنستند عليه اللي هو لعبة الناشئين في النادي الأهلي دايماً بيطلع مدرسة النادي الأهلي المدرسة اللي هي بتتعلم فيها كل حاجة انت عايزها من الشخصية من الكدرات من المهارات من الضغوط اللي بيتحملها من أن انت ترميه في أي وقت هتلاقي موجود بشخصيته يعني عربي وشادي النهاردة في قبلهم بشوية كان فخري ومحمد شكري واللي جاي عندنا أحمد حمدي برضو رائع لعيب ممكن يبقى في التدريبات الفترة اللي جاية لكن خلص بس موضوع أفروكيان شعر أحمان يعني اتدفع بالناشئين في مغربي في مصطفى وأحمد طارق وحمزة كلهم دول بنتمرانوا معاني يعني يعني على الجانب الشخص حضرتك بالتحديد لك أبتن شايد لك دور كبير جدا مع اللعبين واللعبين والشباب قريبين من حضرتك جدا يعني منهم اللعبين كانت اكتشاف حضرتك في المنصورة زي شادر أدوان وحداك من البداية كنت بتتبنى موهبة شادر أدوان بص يعني يعني خلينا نقول بس يعني للناس اللي بتشتغل على طول يعني أنا مش عايز أقول لنا بنت بحد لأن أنا كنت دوري إداري في الفترة داية يعني لكن في فنيين كانوا شايفين بصمة عنده أو شايفين لمحة عنده في فارس كمان يعني بيتمرن معاني مش عايز أنسى حد من الأسماء اللي بتتمرن كل واحدا هيجي الدور بتاعه كل واحدا هيجي اللحظة بتاعته لكن أنت كمان بشخصيتك بقى وقدراتك واستعدادك يعني خلينا بس نقفل الصفحة داية يعني نقفل الصفحة بكل حاجة كل ما فيها كنا عايزين بتأكيد ناخد ثلاث نقاط يعني تكمل فيهم عدد النقاط اللي عندك لكن يعني جاء الطرد اللي عندنا دا أثر بالتأكيد في النقص كده يعني كوع من أنا مش فتهاش الحقيقة لكن لو عماني أحصاية كعان في الدوري هتلاقي ناس كتير جدا يعني أتمنى يا رب أتمنى يا رب زي ما الفارب كده بيجيب حد كده على طول في لعبة ممكن تستحق أو لا تستحق يعني في مورات 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 كانت مورات مورات جونة يعني كابتن محمود البنة كان في الفار برضو أو في تقنية الفار وجابوا عشان يديلوا نزارة تانية وتارد النهاردة تارد مباشر يعني يعني الحمد لله على كل شيء الحمد حي اللعيبة جدا نكون حارسين حتى يعني نحن نوصل لهم دا كابتن سأل عزة غتم بحضرتك الجمال عزة طم من الشنا ومعانا إن شاء الله في ماتش الوداد أي من أشرف يكون معنا إن شاء الله في ماتش الوداد نمنطمنهم أكتر على آخر ترتبات رحلة الوداد يعني كلنا موجودين إن شاء الرحمن هنشوف كهرباء بس يخبروا إيه يعني كلنا على استعداد كلنا على قلب واحد كلنا من أول واحد في النادي أو أكبر واحد في النادي لحد أصغر واحد في النادي مش الفريق بس على فكرة أنت لما بتكسب يعني كل المنظومة كلها يعني 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 كابتن الخطيب كان لسه منكلمني بعد المباراة مباشرة بيتطمن على اللعيبة وبيتكلم كمان على الروح اللي كان فيها اللعيبة والأداء عندهم مش حسابة نقطة ولا نقطتين ولا تلاتة يعني أنا بتكلم على الروح نفسها يعني حضرتك كنت حريص جدا أنت توصل لرسالة الكابتن الخطيب لللعبين عقب يعني اللقاب بباشرة طبعا لأنها كانت رسالة مهمة جدا أنت في النهاية بتلعب بروحك وبإسمك وبتاريخك يعني فيها وقت ما بتبقاش موفق لكن اللي بحسبك عليه هو عطائك مش بحسبك كرة وفات فيها أو ما وفاتش فيها لأنه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى فأنا عايز أقول المنظومة كلها هنسافر بإذن الله على قلب واحد هنسافر بإذن الله على اتجاه واحد وهدف واحد إن شاء رحمل نرجع به بإذن الله تعالى شكرا فإن شكرا شكرا